كل الناس عملا تتكلم في ان الحاجات والناس بتاكلها وبتزود الوزن والكلام ده في مشكلة تانية بقى بتاكل تواجه الناس كثير قوين وبيقولك انا بقيتش عارف افطار انا بيجي اعود على الفطار وكلنا بديبقى متحمسين جدا ان احنا ناكل الاكل محطوط قدامنا مش عارفين ناكل زي حد كنا بديتكلم عني بس بيخص على امام ده مش فارق معي ده رأ يعني شوار سخصيت يعني على فكرة انا القصة دي ما بتدقنيش خالص برضو يعني انا تعالى ما بفكرش بالكلاسيكيات فيش كلاسيكيات احنا بنعمل عدد بمزاجنا على فكرة يعني الصيام ده مثلا حاجة دينية لكن طريقة الفطار دي حاجة احنا اللي عاملينها فممكن جدا انها تكون متغيرة ايه المشكلة ان اخد طمر طمر ببلح شوية مية شوية شربة ومفطرش واجي اكل وجبة حلوة على الساعة 11 ساعتها هتصحر خفيفة على فكرة فبقى كده وفرت واجبات اخدت الزبادي عشان يبقاش عندي تاني يوم فبوضة ومزايا فانا قسمت على ثلاث وجبات وجبة رئيسية واخدت وجبتين صغيرين اللي هي الفطار سواء شربة سواء بلح سواء عصير سواء وتافر واتصحرت الزبادي زبادي فكرة حاجة خفيفة وكلت الوجبة الرئيسية الساعة 10-11 ما تعبتش حتى زي ما حجوع واكل الساعتين ثلاثة الصبح وعطشها نفسي حلو وعطشها نفسي حلو والعصير ولا اكل لا هي المية لا يغينى عن المية يعني احنا بنفقد مية العطش ده عبر عن ايه بنفقد مية فاحنا محتاجين مية العصير بتمدنا بمية بس بتمدنا بحاجات تانية معاه لو العصير ما فيقاش نسبة السكر اللي بناخدها نشرب عصير لان عصير رمضان بالزيت زي الخروب والدوم والكركادي اقل سعرات في الكركادي والدوم وهم على فكرة كل مشروبات رمضان دي صحية جدا 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 وضدت اكسا ده وفيتامينات ومعادن انو بتزبط مستوى السكر في الدم وتقلل الكوليسترول فهي انا بديها طول السنة يعني بدل مشرب منها همال الناس بتطلع اشعات على الكركاديلي انو ملاش بقى الكركاديلي على الفطار عشان فيه نسبة سكر فضيح حامل لا 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 مش هنحبط خالص الناس بتسوق سمعة الكركاديلي عشان بنحط كمية سكر حتى يقولك الكركاديبي ياخد كيلو سكر بنحط كمية سكر على العصير مش عادية دي اللي بتعمل كرش وبترفع مستوى السكر قوي تجوع وبتعمل لغبة هي دي لكن التمر سكره محدود فيه ألياف فيه فيتامينات فيه معادن فيه حاجات تانية كتير فقصة ان انا عود ازاي لازم كل ساعة اشرب مية يعني انا ما اشربش على الفطار بس والسحور بس ده غلط لازم اقسم المية من الفطار للسحور دي مهمة قوي اكل الحاجات اللي فيها مية كتير زي الفكهة والخضار ما يبقاش كل محمي ماجيش مثلا بالليل اتصحر حاجة محمرة هموت من العطش تاني يوم الحاجات اللي فيها سكر كتير لا الفطار الحاجات اللي فيها سكر كتير على السحور تعطش فممكن بعدات غذائية صح نتجنب فيهspecific الحلوات الحنية ممكن ما تعطش سكرها مش عالي زي الحاجات اللي فيها قطايف وكنافة الحاجات اللي فيها سكر كتير قوي في تكوينها ومحمرة فيها دهون كتير الحلاوة ممكن ما تعطاشش قوي على فترة زيت سمسم وكالسيم يعني فيها حاجات تانية طبيعية شوية لكن نزود من الخاص من الخيار يعني احنا بننسى الفكهة والخضار في رمضان خالص بطيخ كمان احنا في صيف جميل جدا التمليل الحاجات اللي فيها بوتاسيوم على الصحور بتمنع العطش شوية زي الموز الموزة مع النباية دي هذا الأجميل أنا التمليل برضو ما بحبش أدخل الناس في حتة معي الموز فيه بوتاسيوم عالي بس بقيت الفكهة والخضار فيه بوتاسيوم برضو فلو مش لازم الناس بتحبش الموز تاكل موز شندلة مش هعطاش ممكن ناكل كيبي ممكن ناكل شوية فراولة ممكن ناكل بطيخ زي محمد ناسيف بقى وعندنا فكهة عندنا فكهة والأكل الخفيف يعني الزبادي نفسه الواحده بيمنع الإحساس بالعطش بس أهم من كل ده تقسيم الميا من الفطر للصحور يكري دقاء مواطن الجمل إنه بيجي عند الأدان أو قبل أدان الفجر ويفضل يشرب ويشرب وعنده قناع إنه هو هيحوش كل الميا دي لا بالعكس وحيقترها تاني ده العكس اللي هيحصل بزدات عبدالصحور كنا وإحنا صغيرين نمسك أزاز الميا قبل الصحور كلها بتتفلتر فتلاقيك مش عارفة تنمي على الحق معيزة في المواطن الجمل وعطشانة كمان عشان كده بقول التقسيم عشان كده الميا اللي مرة واحدة دي حتطلع برا الجسم حتتفلتر بسرعة فمش أحس بيها فأحسن استفادة من المياه إن نقسمها من الفطر والصحور وأنا حتى بديها للناس مش هستدخن قوي لأن قلة المياه ما بتخلنيش برضو أخص بسرعة مظبوطة أو ممكن تخلينا لغبة في الأكفاء بقولهم كباية مياه كبيرة كده مثلهم خمسين ترتوبيت ميلي كل ساعة حاجيب الاتنين تلاتة لتر يعني فطر أنا صحي فيها والجسم هيستفيد بي ممكن أبدلها بشاء أعشاب من السكر يعني إيش هيأعشاب يعني نعناع أه الأعشاب الطبيعية حاجات اللطيفة دي بس من غير سكر أعوض المياه اللي مش عايز يشرب مياه أو مش مستسير طعم المياه وربعة أو الكركة دي من غير سكر يعني أبو محمد بحيل ومن غير منبهات من غير حاجات فالناس بتبقى بحتاجة تشرب حاجات سخنة حتى لو إحنا في الصيف بنبقى عايزين نشرب حاجات سخنة وفق جدا أخد بالي بس إن الكافين الحاجات يعني القهوة والشاي ما بيعوضوش المياه لأنهم مضرين للبول بيدروا بول يعني بيطلعوا مياه برا الجسم حتى لو كانت بل يجبوا لنا قهوة تركي مع كبات مياه إنها بتعطش فدول مش بديل للمياه الناس بتفتكري الشاي بديل للمياه لا الشاي مش بديل للمياه لكن الأعشاب النعناع اللي ينسون الحاجات دي بديل للمياه طبعا فأريد